موسيقى انعقدت اليوم بوزارة الزراعة الاجتماعات التحضيرية للجنة الوزارية السودانية التركية المزمع انعقادها منتصف نوفمبر القادم وأمن الاجتماع على ضرورة توسيع الاستثمارات التركية بالسودان والاتجاه نحو تخصيص مشروعات استراتيجية ضخمة في مجالات الزراعة بشقيها النباتي والحيواني والصناع والنفط والتعدين والتدريب بالاستفادة من القدرات التركية وتسخير موارد البلاد للاستثمار التركي بما يخدم مصالح شعبي البلدين موسيقى ويسعى السودان لتأسيس استراتيجية جديدة للتعاون مع تركيا عبر تشجيع رجال الأعمال الأتراك للتوسع في مجال الاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية والخدمية التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصاد المطلوب بعد توقف استمر لأكثر من أربع سنوات استؤلفت اليوم بالخرطوم أعمال الاجتماعات التحضيرية للجنة الوزارية السودانية التركية المشتركة بمشاركة وزراء القطاع الاقتصادي توطئة لاجتماعات اللجنة العليا في نوفمبر القادم وبحث الاجتماع فرص التعاون مع تركيا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية اجتماع عقد بحضور حوالي 17 وزير وزير دولة مما يؤكد أهمية واستراتيجية العلاقات بين السودان وتركيا التي نؤمل عليها أن تستمر وتتطور في الفترة القادمة كان الاجتماع مفيدا وطرحت من خلاله مرئيات لتطوير العلاقة بشكل كبير وإن شاء الله الفترة القادمة وقبل اجتماع اللجنة الوزارية بالخرطوم في 15 نوفمبر القادم سيتم تحضير العديد من الملفات التي تطور العمل والشراكة مع تركيا في مختلف المجالات ولا سيما في القطاع الزراعي وقطاع السر الحيوانية والتصنيع الزراعي والري وناقش الاجتماع أهمية دفع العلاقات الاقتصادية بين السودان والتركيا بالتركيز على المشروعات الاستراتيجية في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين وتفعيل التعاون في جانب التدريب والاستفادة من الخبرات التقنية التركية في كافة المجالات وتوظيف القدرات والإمكانات التركية في تمويل المشروعات المشتركة خلاصة الرأي استقر على أنه لا بد من إعادة النظر في المنهج الذي اتبع في توقيع هذا البروتوكول الذي أخذ منهج وضع احتياجات الوزارات المختلفة الاتفاق أو الرأي اجتمع حول أن تكون هناك مشروعات محددة في القطاعات الانتاجية الأساسية يتم تحديدها ويتم الاتفاق عليها مع الجانب التركي بحيث يستطيع السودان أن يستفيد من الإمكانات التركية في التقانة وفي التمويل وفي الخبرة ومن المنتظر أن تنعقد اجتماعات الليلة العليا بين الجانبين ما يتطلب رؤية ومنهجية جديدة للتعاون مع تركيا تمهيدا لدخول الاستثمارات التركية في كل المجالات الانتاجية سيما وأن البلاد مقبلة على انفتاح اقتصادي حال رفع الحظر الاقتصادي نحن في وزارة التعاون الدولي يلينا التنسيق والتكامل والمتابعة وبالتالي نحن نرجو أن تنعقد هذه الليلة في نوفمبر القادم في منتصفه وتعود على البلدين بما يفيد الشعبين وينمي هذه العلاقة زي ما منظور نحو أفق جديد للجان الوزارية المشتركة السودانية التركية وتحظى العلاقات السودانية التركية بفرص كبيرة للنجاح ما يمكن من قيام شراكة استراتيجية تعززها الإرادة السياسية لحكومتي البلدين إلا أنها تحتاج من الجانب السوداني بذل مزيد من اليهود ورسم الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتشجيع الجانب التركي للدخول في شراكات كبيرة ومؤثرة مع السودان لمزيدنا من التفاصيل ورحب بضيفي من الخرطوم الأستاذ صبري الضو بخيت وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات مرحبا بك سيد الوزير وعليكم السلام الرحمن بداية ما هي أهم القضايا والملفات التي تمت مناقشتها في الاجتماعات التحضيرية للجنة الوزارية المشتركة بين السودان وتركيا طيب بسم الله الرحمن الرحيم التام اليوم بوزارة الزراعة والغابات اللجنة الوزارية السودان وتركيا ومعلوم أن تركيا هي واحدة من الدول الاقتصادية الكبيرة والتي نعمل نحن في السودان أن نستفيد منها في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة والنهوض باقتصاد الدولة التام اليوم الاجتماع بوزارة الزراعة برئاسة سيد وزير الزراعة وبحضور كل وزراء القطاع الاقتصادي وعدد من وزراء القطاعات الأخرى ناقش الاجتماع ضرورة الاستفادة من المقدرات الاقتصادية الكبيرة بالنسبة لدولة تركيا وتسخيرة للاستفادة منها في المجالات الاستثمارية المختلفة أمن الاجتماع على أنه يتم التركيز على ثلاثة قطاعات هي قطاع الزراعة وقطاع السروة الحيوانية وكذلك قطاع الصناعة باعتبار أن هذه هي القطاعات الكبيرة ويمكن أن تنهض باقتصاد السودان بالإضافة إلى القطاعات الأخرى أصلا فيما ذكرت تفاهم مع السقافة مع التربية والتعليم مع الصحة ولكن أمن الاجتماع أن ترفع مشاريع كبيرة لهذه القطاعات السلاسة ويتم تمويل من الجانب التركي عبر الاستثمارات التركية في السودان بغرض الاستغلال الأمسل للمغدرات التركية والتقانات التركية والاستفادة من الطفرة التكنولوجية الكبيرة التي تمتلكها تركيا في مجال الزراعة ومجال السروة الحيوانية وفي كافة مجالات الاستثمار طيب سيد الوزير بماذا خرج الاجتماع فيما يلي ولوج الاستثمار التركي للبلاد وما هي رؤية اللجنة الوزارية حيال ذلك وفي اتفاقيات كثيرة موقع ما بين السودان ودولة تركيا في مجالات مختلفة سواء كان في مجال الزراعة أو في مجال الاستثمارات الأخرى في الصناعة والسروة الحيوانية وغيرها أمن الاجتماع على ضرورة تفعيل هذه الاتفاقيات التي وقعت بين السودان وتركيا وكذلك تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة نحن في وزارة الزراعة يمكن تم توقيت اتفاقية ما بين السودان وتركيا وبعدها تم زيارة وفد تركيا إلى السودان وزار عدد من المناطق المطروحة للاستثمار سواء كان في غرب مدرمان أو الجزيرة أو القبارف وسنار والحمد لله الآن تم تخصيص منطقة أبقوتا في مساحة 11.500 هكتار للاستثمار التركي وصدر قرار من رئيس الجمهورية بالمصادقة على هذا الاتفاق وبالتالي نتوقع أنه سينطلق إن شاء الله الاستثمارات التركية في السودان في القريبة العاجلة خاصة أن هذا الاجتماع وضع خارط الطريق للاستثمار التركي في السودان وإنه لا بد من الاستفادة من المغدرات التركية الكبيرة وتسخيرة لصالح الشعبين إن شاء الله طيب سيد الوزير حجم التبادل التجاري بين السودان وتركيا يعني ما زال ضعيفا رغم علاقات البلدين الجيدة ترى ما هي الأسباب وفعلا هذه واحدة من المواضيع التي ينقش في هذا الاجتماع إنه التبادل التجاري ما بين السودان وتركيا دون الطموح خاصة في ظل العلاقات الكبيرة التي تربط السودان بتركيا سواء كان سياسيا أو اقتصاديا على الأموم أمن الاجتماع على أنه في المرحلة القادمة لا بد من الاستفادة القصوى من الإمكانيات التركية وتسخير لصالح الشعبين ورفع التبادل التجاري ما بين السودان وتركيا إلى معدلات يعني يرتقي لمستوى العلاقات السياسية والاقتصادية طيب يعني بعد النجاح الكبير في الإنتاج أو لمنتجاتنا المحلية ما هي فرص نجاح الشراكة مع تركيا في فتح أسواق لصادلات السودان نحن نتوقع أنه التعاون التركي السوداني سيغضي إلى انفراج كبير في التبادل التجاري خاصة وأنه منتجاتنا الزراعية هي منتجات مرغوبة وهي منتجات طبيعية ويمكن الأخوة في تركيا وصلوا السودان هنا وزاروا كل المناطق وفحصوا التربة وتأكد لهم جدية الاستثمار في السودان وبالتالي نتوقع أن منتجاتنا سوف يلجى الأسواق المحلية والأسواق العالمية بجودة عالية ينافس كل المنتجات الموجودة في دول العالم طيب إلى أي مدى يسهم ذلك في زيادة حركة الصادرات وأيضا زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لا شك أن الاستثمارات التركية سوف تساعد كثير جدا في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وكما أسلفت في بداية حديثي أن تركيا هي دولة كبيرة ودولة لها اقتصاد كبير في أوروبا يمكن أن دولة رقم 20 والدولة رقم واحد في العالم الإسلامي وبالتالي لا شك أن دولة بهذه المقاومات سوف يساعد مساعدة كبيرة جدا في رفع التبادل التجاري بيننا وبينهم إن شاء الله طيب ختاما ما هو دور القطاع الخاص الوطني التركي في تعزيز هذه الشراكة نعم ونحن حقيقة بنركز في الاستثمارات التركية في السودان على القطاع الخاص التركي ومعلوم أن الاستثمارات التركية كلها في أيدي القطاع الخاص ولذلك إن شاء الله في اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار بين السودان وتركيا إن شاء الله سيتم تفعيل هذه الاتفاقية بغرض جلب رؤوس الأموال القطاع الخاصة التركي إلى السودان خاصة أنه اتفاقية الاستثمار فيها حوافز كثيرة جدا من شأنه أنه يشجع القطاع الخاص التركي للاستثمار في السودان إن شاء الله نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ صبر الضوء بخيت وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات كنت ضيفا علينا في الحدث الاقتصادي وانا أشكركم جزيلا جبرا نتقل عقب الفاصل إلى طائفة من أخبار الولايات الاقتصادية